تركض الطفلة فاطمة طفلة فرسان التي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام خبر نقلها من جزيرة فرسان إلى مدينة جيزان بواسطة قارب بحري صغير تصارع الحياة من أجل البقاء بعد أن تعذر نقلها بواسطة الإسعاف الجوي والله الرحلة أول ما بدأنا من فرسان كان المفروض عن طريق الأخلاق الجوي فاعتذر الأخلاق الجوي فأضطروا أنهم يودونها عن طريق الفلوكة مع أنه كان موجود هناك عبارة موجودة لكن للأسف أن الإسعاف لا يتمكن من دخول العبارة لأنها كانت صغيرة فمن الساعة واحدة تقريباً ظهراً إلى الساعة 5 ونحن نحاول إدخالها إلى الفلوكة وما استطعنا إدخالها فأضطرنا خلق باب الفلوكة وإدخالها بمساعدة العمال الموجودين في البحار من هناك فكانت الرحلة يعني رحلة مجهول تعاني الطفلة فاطمة من إضطراب تنفسي منذ اليوم الثاني من الولادة حسب بيان صحة جيزان ما استلزم تحويل الطفلة للعناية المركزة للأطفال الخدج بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة جيزان كنت أنا أزور الأم وأزور الطفلة فكل ما أسأل عنها يقولوني الحمد لله حالتها طيبة ومستقرة وإلين صار إلى ثالث يوم تقريبا والتسهل عليها في خروج الأم من المستشفى فسألت على البنت فقالوا حالتها حريجة طيب أنتم لكم ثلاثة أيام وأنتم بتقولوا حالتها طيبة الآن كيف صار حالتها حريجة فنفس اليوم اللي حنا طلعنا فيه أنا والأم لو بعث ثلاثة أيام من الولادة سوولها إشعر فاتباح أن هناك يعني الرئة عندها تقريبا كانت تعبت نهير بالرئة البنت الحمد لله بتتحسن دلوقتي بدأت ترضع طبيعي طبعا هي جد في حالة سيئة جدا كان عندها انكماش في رئة من الرئتين وكانت هتتحطى على جهاز تنفس صناعي ولولا إحنا الحمد لله بالتروي ومتابعة الحالة مش اتمانة كويسة والحمد لله دولتي هي وضعها مستقر وتعيش الطفلة فاطمة الآن أوضاع صحية مطمئنة بعد أن تعدت حالة الخطر ومن المنتظر أن تغادر المستشفى في الأيام القليلة القادمة الطفلة فاطمة أو أجواء حسب ما رغب والدها تسميتها بعد الرحلة التي قطعتها من جزر فرسان 40 كيلو مترا إلى هنا مدينة جيازان عبر فلوكة والتي تركض الآن في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة هنا في مدينة جيزان وحسب أهالي جزر فرسان فإن الطفلة فاطمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم توفير خدمات صحية متقدمة لأهالي جزر فرسان لبرنامج استوديو الإخبارية عبدالله الفيفي جيازان